مرحب بحضراتكم مرة تانية في صباح الخير يا مصر وزي ما تعودنا مع حضراتكم دايما بعد إعلان نتيجة السنوية العمل نحن ننقل لحضراتكم كل ما هو جديد دراسيا تحديدا والتخصصات والبرامج الدراسية الجديدة اللي بدأت الجامعات باستحداثها في الجامعات المصرية من خلال بعض الكليات التكنولوجية اللي بيحتاجها سوء العمل زي مثلا على سبيل المثال الزكاء الاصطناعي اللي بيعتبر من أهم التخصصات اللي مطلوبة حاليا في سوء العمل خلونا نعرف تفاصيل أكتر من خلال ضفنا اللي موجود معنا وشرفنا فيه الستوديو دكتور ريدا عبدالوهاب عميد كلية الحاسبات والذكاء الاصطناعي بجامعة القاهرة صباح الخير يا دكتور صباح الخير دكتور في البداية وازل نعرف كده من حضرتك نحن عندنا كام كلية في الزكاء الاصطناعي تحديدا في مصر وإيه هي الأقسام اللي موجودة فيها أو ما يتم درسته في هذه الكليات طبعا هي اسم كلية الزكاء الاصطناعي أو كلية الحاسبات والذكاء الاصطناعي ده بدأ في 2019 كان الاسم السابق للكلية اسمه كلية الحاسبات والمعلومات في بعض الجامعات المصرية غيرت الاسم من الحاسبات والمعلومات إلى الحاسبات والذكاء الاصطناعي نعم وفي عندنا في جامعة كفر الشيخ وجامعة تغيير اسم فقط ولا تغيير مضمون أيضا تغيير اسم وإضافة تخصص ناقي في الزكاء الاصطناعي لأنه الزكاء الاصطناعي كان موجود على مستوى مرحلة في البداية خالص كان على مستوى الريسيرش للمجيستير والدكتوراه وبعد كده بقى في مرحلة البكالوريوس جزء من الكورسز اللي تدرس للطلبة وحاليا بعد 2019 بالنسبة لنا في جامعة القاهرة بقى فيه تخصص ناقي للزكاء الاصطناعي بيور في كلية مستقلة بالنسبة لنا احنا داخل الكلية في كفر الشيخ والمنوفية عملوا كلية مستقلة اللي هي كلية الزكاء الاصطناعي نعم احنا بالنسبة لنا كلية الحاسبات والزكاء الاصطناعي نفس القديم وزودنا تخصص زكاء الاصطناعي اللوايح نفسها بتاعت الأقسام الأخرى بيبقى فيها تطبيقات الزكاء الاصطناعي في التخصص بتاع القسم الشباب بيتخصصوا من سنة كام أو من أنهي دفاع التخصص من سنة تالت يعني عندنا أول أو تانية ده مشترك بياخدوا فيه العلوم الأساسية للحاسب الآلي والرياضة والكلام ده وبعد كده في سنة تالتة وربعة بيتخصصوا في أحد المجالات احنا عندنا خمس مجالات أساسية اللي هي علوم الحاسب تكنولوجيا المعلومات نظم المعلومات دعم القرار بحس العمليات وضيف بقى في 2019 تخصص الذكاء الاصطمع خرجنا أول دفعة السنة دي من هذا من تخصص الدفعة كم واحد تقريبا؟ في حدود سبعين طالب تقريبا متوقع بقى أنه لما يخرج لسوق العمل السبعين طالب دول بكانهم فيه؟ والله هو طبعا السوق العمل أو معظم البرمجيات النهاردة بقى فيها لامسة الذكاء الاصطناعي يعني احنا مثلا ممنيجي نبص على بعض المواقع تابع مثلا للشركات الموبايل أو كلام ده بنسمع عن حاجة اسمها الاتشادبوت الاتشادبوت ده عبارة عن البروجرام البروجرام ده بيتفاعل مع اليوزر أوتوماتيكا كأنه موظف استعلامات مثلا فكرة الرد التلقائي مع المستخدم مع المستخدم تمام بيحل مشكلته ده يعتبر نوع من أنواع الزكاء الاصطناعي فهو في الأصل ده كان أبارة عن موقع خدمي بيقدم خدمة للمواطن يعني احنا هنا بنتكلم الزكاء الاصطناعي هو متطلبات سوء العمل فيه هي قصر على فكرة متزايدة أكيد لكن أعتقد هي برمجة أكتر منها بيتعتمد على وظيفة يومية ومكتبية هي برمجة لأن مجرم ما بقى السيستم والبرنامج موجود خلاص بيقدر اللي هو تلقائي من خلال المدخلات اللي موجودة على البرنامج بيتفاعل مع المستخدم آه بس آه يعني هنا طبعا وجود عنصر الزكاء الاصطناعي بيخلي البروجرام أكثر مرونة تمام وأكثر طبيعية طبعا الشباب والمهندسين الصغارين وهما في البداية يعني بنوجههم إزاي عشان يقتروا يبتدوا يعملوا أبحاث الشغل في أقسام الكلية يعني حالك بتقولي أن السنة دي أول دفعة بتتخرج المتققع طبعا يبقى في منهم اللي هيعمل دراسات عالية وحيتدي يكمل في توجيه في مسحل السوق للحاجات اللي محتاجينها بحيث أن يبقى في ربط بين العملي والنظري ولا سيبين الناس كده هو طبعا في أثناء الدراسة معظم المكررات اللي بتدرس في الكلية بيبقى فيها جزء عملي بنسميه مشروع المادة تمام؟ الطالب على مدار الأربع سنوات في الكلية بيفهم المادة كويس وبعد كده بيطبق فيه اللي هو بنسميه الكورس بروشيكت اللي هو مشروع المادة فيه عندنا تدريب بصيفي بعد السنة الثالثة تدريب ميداني يعني بيتضرب في أحد الشركات اللي موجودة في السوق عشان يبقى يعني يفهم السوق شغال إزاي متطلبات سوق العامة وبعدين في سنة الرابعة بيبقى فيه مشروع التخرج مشروع التخرج بيتناول مشكلة حقيقية وواقعية من المجتمع الطالب بيبقى مطلوب أن هو يطلع النموذج الأولي لحل هذه المشكلة احنا يمكن من يومين عملنا معرض لمشروعات التخرج ودعينا بعض الشركات والقطاعات الحكومية والكلام ده عشان نشوفه إنتاج الطلاب يعني دكتور ما فيش شك أن الزكاء الاصطناعي هو لغة المستقبل وهو المطلوب الأكثر أو الأكثر احتياجاً لمتطلبات سوق العمل زكاء اصطناعي الشباب دلوقتي الحريصة على الالتحاق بهذه الكلية إيه اللي مطلوب منه يعملهم أولاً طبعاً احنا بنبارك لطلاب السلوانوية العامة اللي هم اللي أدخلوا كلية الحاسبات والذكاء الاصطناعي على تفوقهم يعني الحاجة التانية تنسي المرحلة الأولى احنا خلصنا من المرحلة الأولى في جامعة القاهرة علم الرياضة ولسه في بعض الأماكن في علم المعلوم الطالب طبعاً احنا بنقوله إن دي بداية المرحلة المهمة في حياتك يعني ننسى بقى النوم شوية ونزيد في الابتهاد بمعنى أنا في الدراسة مثلاً باخد الأساس العلمي في موضوعات مختلفة لازم الطالب يشتغل على نفسه من خلال الرئيس الحرة يقرأ زيادة يجي في الصيف يتدرب أكتر النهاردة الإنترنت طبعاً مش سايب أي حياتي كل جميع المعلومات اللي بيحتاجها الطالب أو أي بيلاقيها على الإنترنت ومحتاج أنه يشتغل أكتر بإيده ويتدرب أكتر يشتغل طبعاً هو على الإنترنت عموماً في ماتيريالز كتيرة فيها ترينينج تجريب للطلاب يقدر أنه هو مع نفسه كده فيه عندنا كمان داخل الكلية فيه أنشطة تتعلق بالبرمجة والتعامل مع الحاسب يعني هم ننصح الطالب أنهما يشتركوا فيها من الأول يوم عندنا فرق بتطلع في مصابقات دولية كل سنة في البرمجة يعني الباب مفتوح لأي طالب عايز يشترك في هذا النشاط بالإضافة طبعاً للاجتهاد في الدراسة دكتور بيبقى فيه كتير اتفاقيات بتحصل أو شركات بتحصل بين الكليات في جامعة القاهرة وفي الجامعات الأخرى أو يعني برامج تدريب مشتركة الشباب بيعودوا فترة موجودين وبيسفروا فترة يتدربوا أو بيجي لهم أسات ززائرين هل احنا عندنا حاجة زي كده في قولية زكاسترائي؟ يعني احنا من ناحية المبدأ حيث بات وزكاسترائي؟ من ناحية المبدأ احنا من بداية إنشاء الكلية كان عندنا الخارجين المتفوقين كانوا بيلاقوا فرص منح شخصية ماجستير ودكتوراه بسهولة يعني الطالب بيطلع مش محتاج أي ريكويرمنت زيادة أكتر يمكن من الإنجليش في الطويفل والكلام ده بيطلع ياخد منحة يعني فيه عندنا ناس راحة الـ MIT وناس راحة ستانفورد أكبر الجامعات الأمريكية وفيه ناس اتشغلت في شركات كبرى زي البلاب والكلام ده من خارج الكلية فده يعتبر تعاون غير مباشر بس مع العالم الخاري طبعا احنا في المرحلة الحالية طبعا بقى عندنا دلوقتي تخارجين أدام يمكن احنا في فترة قريبة هنحاول نعمل بورتوكولات تعاون مع الشركات الكبرى اللي بيبقى فيها مراكز بحسية من الداخل بالإضافة إلى بعض الجامعات الأجنبية طيب دكتور احنا في مصر حاليا في الجمهورية الجديدة بنتكلم على مدن الجيل الرابعة إلى أي مدى هذه المدن الذكية بتحتاج لي خريجي كلية الحاسبات والذكاء الاستلاعي بنسبة كم في المية هو ليه دور أساسي في المشروعات القومية الكبرى اللي بتحصل في مصر مدن الجيل الرابع وغيرها من الأمور المستحدثة وهنا بتكلم بقى الاستحداث اللي بيتوافق معه أو بيتطلب فيه تكنولوجي هو المدن الذكية وتطبيقات الزكاء الاصطناعي طبعا زي ما أنت يعني هتكتسح عالم الهارد وير والصوفت وير في المرحلة اللي جاية فبالتالي دور خريجي الكوليه هيبتها أساسي جدا ونسبته عليه بس طبعا الشاطر هو اللي بيلاقي الفرصة يعني هنا الطالب المجتهد اللي هو متابع للتغيير الشاطر اللي بيلاقي الفرصة ومش الخريج اللي بيلاقي الفرصة لا لا الشاطر علميا أكاديميا اللي هو اشتغل على نفسه زاكر كويس يعني بيطور من نفسه لأن العلوم نفسها بتطير بسرعة كبيرة فلازم الطالب يكون متأسس كويس قد ده ما يجرناش كده لسؤال بيتباطل ازاي للناس كثير يا دكتور كلية حديثة اللي بيدرسوا فيها كانوا أصلا يعني يعني هو تاريخيا كان يعني قبل سنة 95 كان الحاسب بيدرس فيه كليات الهندسة هندسة حاسبات وفيه كليات العلوم أقسام علوم الحاسب وفيه بعض كليات الهندسة كان فيها تخصص هندسة الحاسبات يعني كليات الهندسة كان فيها جزء فيه قسم الاتصالات مثلاً هندسة الاتصالات بيشمل الحاسب وفيه كليات كانت فاصلهم يعني تكلام ده قد 95 لما جات في سنة 95 يعني تم تأسيس فكرة أو قطاع الحاسبات والمعلومات يعني طبعاً في السياق ده بنذكر بالخير الأستاذ الدكتور إبراهيم فرج عليه رحمة الله وفي الأسبوع للأب الروحي لكليات الحاسبات وضع ليحة لحاسبات ومعلومات جامعة القاهرة وطبعاً اشترت في تأسيس منظومة بتاعت الحاسبات تم استقبال أول دفعة سنة 96 يبقى إذن الدكتورة اللي تعيينه في كلية كانوا في الأساس من خريج الهندسة والعلوم صحيح كليات الهندسة وكليات العلوم الأبحاث في معظمها في الفترة مقبل 2019 كانت الأبحاث والرسائل الماجستير كانت في تخصص الزكاة للصناعة معظمها يعني بشكل أو بآخر في تخصص الزكاة للصناعة وبالتالي احنا كنا جاهزين في عملية استشرق للمستقبل نبقى عندنا سطف يمسك تخصص الزكاة للصناعة اللي هو بتاع 2019 بالحديث دكتور المتابع لتنسيق المرحلة الأولى يمكن احنا ندينا وكلمنا في وسائل الإعلام ومراراً وتكراراً قلنا أن فكرة متطلبات سوء العمل أصبحت متغيرة وليس بالضرورة كل خريج من خريج كلية القمة هو اللي سوء العمل بيحتاجه دلوقتي خلص ما بقاش فيه النظرة السيدة اللي أنا لازم أكون دكتور لازم أكون مهندس لا الشطارة دلوقتي اللي محتاجه سوء العمل عشان أعرف اللي أنا أشتغل على طول علشان ما يبقاش عندي نسبة بطالة كبيرة وأعتقد كلية زي كلية الحاسبات والذكاء الاصطناعي هي صلب الموضوع الرئيسي اللي احنا بنتكلم فيه لأنها من الكليات اللي بيحتاجها سوء العمل زي درى وعي الأهالي تحديدا هنا قبل الطلبة لأن أحيانا هم بيكون ليهم دور في الاختيار للطالب والتوجيه زي درى أقول لهم أنه هو ده المستقبل هو ده الجديد النصيحة اللي تقولها لهم هو طبعا المشكلة دي قديمة جديدة يعني فكرة هل هو أهل التفوق أن أنا بقى في كلية طب أو كلية هندسة هو أهل التفوق أن أنا أروح للمجال للمجال الشخصية وتميز فيه وطبعا النظرة التانية هي الصح أن أنا أروح للمكان اللي بيتناسب مع قدراتي ومع مواهبي ومع طموحاتي وأتفوق فيه يعني أنا عندي فكرة كلية قمة دي أو يعني أنا شايف يعني المفروض ما تكونش موجودة القمة موجودة في أي مكان القمة على حسب المكان صحيح حتى في الدراسات الأدبية يعني كل الدراسات الجامعية فيها مجال للتميز والتفوق فهذه يريد أن الناس تنسى الموضوع للحاجة الثانية فرض الوصاية على الأولاد في موضوع الاختيار يعني إحنا عايزين نسميها الوصاية الأبوية بمعنى أنه بعرفوا المجالات بفاهمه وسيبه يختار يعني ما أعتقدش يا دكتور لسه متاح يعني الولاد أصلا وهم في حضانة أنا ما بقوش اسبه هو كلام مين اللي هيس؟ حافظه وهو كبير يعني ما أعتقدش إنه زي زمان ولا حالتك طبعا أكثر حالتك كان وحالتك العين لا هو سعالاتا بيبقى الطالب المتفوق شوية متعلق يعني متعلق والدي شوية بيبقى عايزي فرح والدي وكلام ده أحيانا يعني طبعا ربنا يا وعتنا يا رب بالمتعين اللي بيتمعهم كلام دول يعني يعني النصيحة إن الطلبة الطلب يشوف هو قدراته إيه بيحب إيه ويختار طبعا مجال الزكاة للصناعية من أرفع العلوم الموجودة في العصر اللي احنا فيه يعني لازال فيه ما بيننا وما بين المستوى الرابع من الزكاة للصناعية يشوف كبير يعني يعني المستوى التاني مثلا ودخلين على التالت نما على أنا أتكلم على مستوى العالم يعني إنما الليفل المتقدم الزكاة الإصطناعية بقى اللي هو الجيل الرابع اللي هو الفورس ليفل ده يعني بالشباب اللي موجودة دلوقتي نوصل إن شاء الله قريبا كل شكرا لك الدكتور ريدا عبدالوهاب عميد كلية الحاسبات والزكاء الإصطناعي بجامعة القاهرة نورتنا وشرفتنا ودتنا معلومات كتير وأكيد كتير من طلبة السينوية العامة اللي بيتابعونا دلوقتي أكيد استفادوا من هذه اللقاء شكرا لك شكرا لك